منتصف العام 2014 منعت الحكومة التركية دخول السيارات المستعملة إلى المناطق المحررة ذات المنشأ الأوروبي وتركت الباب مفتوحا لتصدير السيارات إلى سوريا ذات المنشأ التركي سواء أكانت جديدة أو مستعملة بشكل عام متطلبات السوق في المناطق المحررة في سوريا من السيارات تركزت على السيارات التالية السيارات السياحية بأنواعها سيارات الجيب البيك آب الزراعي سيارات نقل الركاب المتوسطة الفان وسيارات نقل البضائع الانتر وسيارات الشحن الكبيرة شهد سوق تجارة السيارات تراجعا ملحوظا في المناطق المحررة لعام 2015 حيث أن هذه النسبة انخفضت لما يقارب 30% قياسا بسنة 2014 في سنة 2014 تم استيراد ما يقارب 22 ألف سيارة من تركيا بيعت هذه السيارات بما يعادل 40% في المناطق المحررة و60% في مناطق تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2015 انخفضت هذه المستوردات لتصل إلى 15 ألف سيارة بيعت هذه السيارات بما يعادل 25% في المناطق المحررة و75% في مناطق تنظيم الدولة الإسلامية يقول التجار أن أسباب تراجع المبيعات في هذا العام تعود إلى كثير من الأسباب أولها ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية المعارك التي دارت بين الثوار وتنظيم الدولة الإسلامية إيقاف الجانب التركي دخول السيارات الأوروبية المستعملة وعن تباين أسعار السيارات ما بين المناطق المحررة والمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري يقول التجار بالنسبة لأسعار السيارات بالمناطق المحررة يعني أقل من عند النظام شيء 60% لأنه طبعا تعرف عند النظام فيه الضريبي الجمرقي فيه رسوم فيه رفاهي السيارات السياحية يعني طبعا بقى عندنا هون أرخص بتكون بالمناطق المحررة لأنه ما فيه علي لا الضريبي ولا رسوم ولا جمارك وبالنسبة للمستعمل كمان انه عبيجي يعني بكترة عبيجي كتير كمان عبيجي اقل كمان شي باربعين بالمئة يعني دائما هون بالمناطق المحررة تجي ارخص سيارات عرفتش تون وهذا يعني اللي بيفريق عن النظام عند النظام في ضرائب في رسوم في فحص في تأمينات كمان للي ما معوشها هذه او مثلا رسوم تأمين كل سنة هاي كلها بياخدوا علي ضرائب هايذا الفرق عن مناطق المحررة يأمل التجار مع بداية العام الجديد 2016 ان تفتح الحكومة التركية باب استيراد السيارات الاوروبية المنشأ من جديد كي يعود النشاط الى السوق في المناطق المحررة اناستر ريسي اوريانت نيوز محافظة ادلب